بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أهلا بكم النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وتقريبا 90% من الناس اللي بتدخل مستشفيات في مصر وفي الدول العربية وفي العالم بيدخلوا بسبب المشكلة دي ألا وهي وحنا نتكلم عنها من جانب إعجازي مش من جانب طبي قوي ألا وهي شرايين القلب يقولك ده جاله جلطة في الشرايين ده جاله انسداد في الشرايين ده عمل أسطرة على الشرايين ده عمل دعامة في الشرايين شرايين القلب الشرايين التي تغزي القلب الشرايين اللي بتلف حوالين القلب عشان تدي دم للقلب عشان تأكل القلب وكان يظن العلماء قديما معلش لو ساعد بتكلم باللغة العربية قوي إن القلب مش محتاج شرايين ده القلب ده هو اللي بيدي دم لكل الجسم بيدي دم للإيد للرجل للراس للمخ للكلة فهو بقى يدي الدم لكل الجسم واللي يتبقى أو ياخد هو الأول وبعدين يدي الباقي لكل الجسم عادي يعني زي واحد معه في الوسفى بياخد اللي هو عايزه بعد كي يوزع الباقي قالك لا إن كل شيء خلقناه بقدر فزي ما فيه شريان بيغزي الإيد وشريان بيغزي الرجل وشريان بيغزي المخ فيه شريان بيغزي القلب شرائين القلب ولكنها متميزة عن أي شريان تاني في الجسم دي الشرائين اللي بتغزي العضو اللي بيضخ لكل الجسم فلازم تبقى مهمة لازم تبقى تفرق كتير لذلك هناك مزايا نقدر نور الجملة دي مزايا في شرائين القلب الكلمة بتاعة مزايا دي لا توجد في شرائين تانية في الجسم إلا في المخ بالمناسبة ألا وهي أول حاجة من شرائين القلب هي أول شرائين بتطلع من الشريان الرئيسي المصورة الأم قبل ما تدي أي فرع لأي شقة تانية في العمارة يعني القلب بيدخ كده تحديدا البطين الأيصر وهنعمل مرة حلقة عن أعضاء القلب أو حجرات القلب يعني والبطين الأيصر بيدخ الدم في شريان كبير قوي اسمه الشريان الأورطي المصورة الأم والشريان ده أول ما يطلع وبيلف كده وهو بيلف كده وورا العظم طبعا بيلف كده شمال والورا وهو بيلف كده يدي فرعين للمخ وفرعين لل دراع وبعدين ينزل يدي فررق للرأتين وبعدين ينزل يختارك الحجاب الحاجز اللي بيفصل بين الصدر والبط يدي فرع للكبد والأمعاء والكليتين وبعدين يتقسم واحد الرجل دي واحد الرجل دي يبقى كده الشريان الأورطي ده غزة كل الجسم ما عدا مين معادة القلب ملحقش لسه يدي للقلب شخصية قال لك لا انت لما تبص بقى جوه الشرنان القورتي ده وهو لسه طالع قبل ما يلفه قبل ما يعمل كل الفيلم ده بيدي فرعين للقلب واحد يمين القلب واحد شمال القلب بيلفه حوالين القلب زي الشبكة او زي التاج ويدقوا مع القلب عشان كسموهم الشرايين التاجين ودي مش بتحصل إلا في القلب والمخ برضو شرايين المخ اللي طالع هنا يمين المخ وشمال المخ بيتقابلوا كده وليه ربنا عملهم يتقابلوا كده عشان دول مهمين بيغزوا القلب بيغزوا المخ فما ينفعش يتسدوا فلو واحد تسد زميله يعوضه دول تسد زميله دول كلهم تسدوا دول يعوضوه كلهم تسدوا بفضل واحد بس بس بالتدريج يقدر يعوضهم كلهم يعني سهل او تلاقي واحد شرايينه كلها مسدودة بس على مدى سنين بالتدريج ومع ذلك لسه قلبه بيضخ بكفاءة طبيعية ليه لان كل واحد بيعوض التاني فصعب او انهم يتقفلوا شرايين القلب ايه لان لو انت نويلهم يعني تدخين والسكر والضغط والكوليسترول والوزن الزيادة كل دي بتعمل ترصبات جوا شرايين القلب فتتسد لكن ربنا عملها بشكل عجيب الشريان الايمن يلف حوالين القلب كده ويدي فرع الورا والشريان الايصر اول ما يطلع يدي فرع القدام وفرع شمال واحد اسمه الـ L-A-D والتاني اسمه الـ Circumflex ده يقابل ده وده يقابل ده فيعمله زي شبكة حوالين القلب ويدي فروع كتير يغزو القلب وسبحان الله رغم ان القلب جواه دم مايقدرش ياخد دم الا من الشرايين دي وعشان كده دي معجزة عظيمة انك انت جواك الدم اللي بتوزعه بس ما بتاخدش منه الا كمية اللي متحددالك لا ومش بس كده ده القلب يدي لكل الجسم لما يضخ معادة نفسه مايقدرش يدي نفسه لان العروق اللي ماشي عليه اللي انا بحكي عنها دي هتبقى معصورة عليه لانه عامل كده فالدم مش عافي يمشي فيها معصورة اما الامتى هيكل بقى ويتملي دم لما يعمل كده لما ينبسط لما ينقبض يدي لكل الجسم طب ولم ينبسط بواقي الدم بعد ما هو ضخ بيرجعوا تاني فلما يرجعوا يقوموا مليين الشريانين بتوع القلب يعني القلب بيتملي اكتر وقت الانبساط عشان كده برضو معظم الادوية اللي بتتاخد للمرضى اللي عندهم مشاكل او ديء في شرايين القلب هي الادوية اللي بتطول فترة الانبساط تخلي انقباض بعدين انبساط طويل او بعدين انقباض مش ورا بعض ورا بعض عشان ده الوقت اللي القلب بيراح فيه ده الوقت اللي الدم بيرجع تاني يملى فيه شرايين القلب ده الوقت اللي القلب بيغزي نفسه فيه فالقلب عامل زي الام تأكل كل العيال وبعدين تاكلها في الاخر الباقي بتاع الدم ومع ذلك هي اللي مسيطرة على كله ومع ذلك الله ادهها قدر وقدر وحصة معينة من القلب في الشرايين طولت عليكم النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة دي أشوفكم في حلقة قادمة كان معكم الدكتور رامي اسماعيل تحياتي لكم في رعاية الله